السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي إنما كنتم مرحبا بكم في درس رابع من الدرس التي نقدم لكم على قناة سعيد العبيوي في هذه الدورة التكوينية التي نخصها لتعلم أساسية المنتج سنتعلم جميعا درسا جديدا من الدرس في هذه الحلقة أصدقائي سنتعرف كيفية إضافة ملفات إلى برنامج أدوبي برومير برو وكذلك سوف نتعلم مجموعة من الأشياء الضرورية التي وجب علينا جميعا أن نتبع من أجل تعلم المنتج كذلك مسألة ضرورية هي أن تقوموا بتطبيق كل ما تشاهدونه على الشاشة لأن التطبيق فهو شيء ضروري جدا من أجل أن تتعلموا ولا تحاولوا أن تخرقوا المراحل من أجل تعلم أشياء جديدة خطوة بخطوة دقة دقة حتى يحمل الواد كما نقول في أمثالنا العربية دقة دقة حتى يحمل البحر ولا حتى يحمل الواد هذا شيء ضروري وضروري جدا نمر مباشرة إلى الشرح إذن بعد فتح البرنامج أصدقائي تنبتقوا إلينا هذه النافذة نيو بروجيكت أوبن بروجيكت نيو تيم بروجيكت أوبن تيم بروجيكت هنا مجموعة من الملفات التي اشتغلت عليها في وقت سابق نحن بطبيعة الحال سنقوم باختيار نو بروجيكت وإن كان لديكم بروجيكت سابق قمتم بالاشتغال عليه فيمكنكم أن تقوموا بالضغط على قبل بروجيكت وتقوموا بجلب الملف إلى برنامج أدوبي بروميب برو وتقوموا بالتعديل عليه نحن سنقوم بالضغط على نيو بروجيكت هنا في هذه النافذة سيطلب مننا البرنامج أن نضع عنوانا تايتل أو تيتخ بنسبة للبروجيكت الخاص بنا نحن مثلا سنختار مثلا لتكنيك لتكنيك دو منتاج لتكنيك دو منتاج وبعد ذلك نترك جميع الأشياء هنا على حالها يمكنكم أن تقوموا بعمل ديفي أو الاش ديفي إن كنتم تمتلكون كاميرا بروفيسيونيل وتتركون الإعدادات كما هي سنتعرف في وقت آخر على جميع الأساسيات المتعلقة بأدوبي برومير برو في شرح آخر إن شاء الله تعالى وبعد ذلك نضغط على أوكي هذه هي واجهة البرنامج يمكنكم هنا أن تضيف مجموعة من الملفات نحن قمنا بشرح هذه النافدة في وقت سابق لذلك أدعوكم أصدقائي وصديقاتي وكل الناس الذين يتابعون هذه الدورة بمتابعة جميع الدروس التي قمت مسبقا بوضعها على قناة سنسية لقائم الموجة وقناة سعيد العبيوي حتى تتمكنوا من فهم جميع الأساسيات التي أتحدث عنها ولا يجب أن نشاهد درسا ونترك درسا آخر لأن جميع الدروس فهي متناسقة نقوم هنا بإضافة مجموعة من الملفات إما أن نقوم هنا بكما قلت لكم سابقا بفتح بروجيكت خاص أو نتوجه مباشرة إلى ملف من الملفات ونقوم بسحب مجموعة من الفيديوهات أو الصور من أجل إضافتها إلى البروجيكت الخاص بنا كما تشاهدون هنا أمبورتس ميديا تو ستارت وسيكون هذا الملف هو ملف خاص بالدرس سنبدأ به وسننهي به جميع الأشياء المتعلقة بالمونتج أنا سأختار بشكل عشوائي مجموعة من المقاطع لأن جميع الفيديوهات التي ترونها فهي ثمرة جولي سنوات سنوات من العمل أول شيء نقوم به هو اختيار مثلا هذا الفيديو وكذلك فيديو آخر من الفيديوهات نختاره مثلا هذا الفيديو فقط كي يسأل علينا أن نقوم بعملية المونتج كما تشاهدون أصدقائي بأنه تمت إضافة أربع فيديوهات إلى البرنامج نحن سنختار بشكل عشوائي لن أقوم بشيء سأخبركم فقط بطريقة إضافة الفيديوهات إلى البرنامج والتعديل عليها فيما بعد نضغط على كونترول آ ونقوم بسحب الفيديوهات إلى البرنامج هذه هي الواجهة التي سنشتغل عليها وكما تشاهدون بأن الفيديو قام بالظهور بعد أن قمت بسحبه مباشرة إلى زاوية العمل هذا الفيديو الأول وهذا الفيديو الثاني وهذا الفيديو الثالث وهذا الفيديو الرابع أنت كمحترف في المونتاج يمكنك أن تقوم بتنسيق كل هذه الفيديوهات وإضافة لمستك على الفيديوهات أول شيء نقوم به هو كيفية قص الفيديوهات حتى تتناسق وتتماشى مع ما نريده أول شيء هو أن نضغط على سي من الكيبورد وتنبتق إلينا هذا الذي يشبه بالدرجة عندنا الززوان نضغط عليه وكما تشاهدون بأن الفيديو تم قطعه إلى نصفين هذا النصف الأول وهذا النصف الثاني مثلا نحن نريد فقط هذه اللقطة مباشرة بعد قطع الفيديو نقوم بالدغط هنا ونقوم بالدغط على سيبريمي تم حدف الجزء الأول من الفيديو ونقوم بالعملية على الفيديوهات الأخرى ونقوم بالدغط على سي أو نتوجه مباشرة إلى هذه الراجل طول ونضغط عليها ونقوم كذلك بالدغط هنا على هذا المؤشر وكما تشاهدون بأن هذه الأدات قامت بقطع الفيديو إلى نصفين ونقوم بحدف الجزء الأول نقرر العملية كذلك على الفيديو الثالث لأنني أجده طويلا شيئا ما هنا مثلا هذا الفيديو سنتركه على حالي لأنه صراحة يعجبني كثيرا هذا ضوال لأنني رعت فيه سأكتفي هنا وسأضيف هذه المقاطع بعد إضافة هذه المقاطع نمر إلى خطوة أخرى من الخطوات المهمة وهي إضافة حركة للمقاطع الخاصة بهذه الفيديوهات ما الذي نقوم به الآن؟ سنقوم بالضغط هنا ونختار إفكتس ونذهب مباشرة إلى فيديو ترونزيشنز نضغط عليها وتنبتق إلينا مجموعة من الملفات أو فولدرز ونضغط مثلا هنا ونختار مثلا أي حركة تتماشى مع الفيديو ربما قد نجرب هذه الحركة على فيديو من الفيديوهات كما تشاهدون بأن الحركة أصبحت جاهزة الآن وقامت بعكس ما شاهدناه في وقت سابق قبل الحركة كما تشاهدون هذه هي الحركة مرتين خالفة لاحظوا قبل عدم إدراج الحركة كانت صورة عادية جدا ويمكن أن نضيف مجموعة من الإضافات الأخرى الخاصة بالفيديوهات سنرى مثلا هذه الحركة كما تشاهدون تمت إضافة الحركة سنختار مثلا زوم وستشاهدون الفرق بين كل الفيديوهات التي نقوم بإضافتها إلى الفيديو كما شاهدتم فقد تمت إضافة حركة أخرى إلى الفيديو أصدقائي تنتمنى أنكم تكونوا استفتوا من الضورة وتنتمنى كذلك باش أنكم تكونوا من ضمن ذلك الناس لي استطعوا باش أنهم يفهموا أشياء جديدة بخصوص برنامج الضبي برومير برو نلتقي في دورة جديدة أو في درس آخر ترجمة نانسي قنقر